أكد المصدر رفيع المستوى على أن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو لعزل قطاع غزة عن العالم وأشدد المصدر رفيع المستوى لأن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني مضيفا أن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنصيق مع السلطة الفلسطينية وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن حرص مصر على التخفيف من وطأة النقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرما بوسالم ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها وأضف المصدر رفيع المستوى أن مصر تحرس على ثوابت القضية الفلسطينية وإصرارها على عدم القبول بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض ترجمة نانسي قنقر